تواصل الدولة جهودها للحفاظ على تراث مصر الأثري والحضاري من خلال مشروعات الصيانة والترميم للمواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية وفي هذا الإطار افتتح وزير السياحة والأثار ومحافظ قناء ديري مار جيرجس المجمع والأنبى بسانت أوس بمدينة نجادة جنوب محافظة قناء وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميم فرحنين جدا بما تم اليوم من افتتحات في هذا الدير في المرحلة الثانية من الترميمات لثلاث كنيس أثارية اثنين تم الترميم الإنشائي بتاعهم وهي كنيسة مار جيرجس اللي خلف مني دهيا على طول وكنيسة مار يوحن المعمدان اللي على الشمالي ونواجف دلوقتي ودول بيتصلى فيهم حاليا يعني بنصلى فيهم الجدسات أما الكنيسة الجوهرة الغالية السمينة اللي هي تم تول انتهاء من ترميمها يمكن من أيام قليلة وتم افتتاحها النهاردة بنشهد عمال ترميم كنيسة الأنبى بنت أوس ودير الشهيد مار جيرجس وده بيتم من خلال وزارة السياحة والأثار بإضافة لاشتراك الكنيسة المصرية في وجود الأنبى بيمين وطبعا كل ده في إطار زيادة وزدهار السياحة داخل مصر وخصصا السياحة الدينية اللي لها طبعا ناس كتير جدا بتحتمي بها في ربوع العالم اشتركوا في القناة